بعد البطولة الافريقية ولا كاس العلم هو ده اللي اجه ده دي دي صحيح هو ده اللي نجد تتخلص مسابقات اقليمية ودولية وترجع تكمل البطولة بتاعتك كده صحيح طيب كمان بقى انتو عارفين حين منتخب مصر مراحش كاس العلم ليه عارفين فشلنا في مطش سنغلى لان الاهل ما بروحش يلعب في الاسماعيل ليه الاهل ما بيلعبش في الاسماعيل ليه تخيلوا لسه النغمة دي بتتردد وصلت لغاية استوديوهات عجمان نشوفها في كل موسم نسمع طبعا نفس الاسطوانة ليما ذي وثار كل فترة عدم لعب الاهلي في الاسماعيلية في كل موسم نسمع هذه الاسطوانة في مصر عايزة تعمل كده وعايزة تعمل المشاكل دي انا شايف اول حاجة قرار امني هل ممكن نعترض على القرار امني في مفاجأة اللي هلأ بقى السيد زعال الاهلي معام وفقة امنية اللي يلعب يستضيف الاسماعيل على ارضه مع المباراة اسماعيدي والعودة في القاهرة الاهلي لم يستغل هذه الموافقة وبيلعب المبارياتين في برج العرب دي رقم واحد رقم اتنين يعني احنا منفرق ليه ما بين عايزين نعمل حساسية بين الجمهور النهاردة الاسماعيلي موقفه ايه النهاردة اسماعيلي لم خاد 11-13 مباراة مفسي على ارضه مباراة واحدة النهاردة لما يكون نادي البرامد اشترى المدرب خاد المدرب وخاد لعيبة قوام من الاسماعيلي ومحدش تكلم الاهلي بقالوا فترة خالص ما بيجيش يا من لعبة الاسماعيلي هي دي الحساسية اللي دايما الناس تلعب عليها انا شايف اللي الموضوع اخد اكبر من حجمه اخد اكبر من حجمه هو ممكن المباراة يعني يباليها حساسية انا بضحك يعني بدي مثل يعني لو الزمالك في موقف متأزم والاسماعيلي في موقف متأزم يعني لو زمانك بينافس على الدوري والاسماعيلي في المؤخرة ممكن المباراة تفرق وجود الاهلي هناك في الاسماعيلي غير كده الامور بسيطة خالص والامور عادية اسماعي دايما في كل موشن بو خليها شوف الجانب الامني الان كم مرة على الحادثة مر يعني تقريبا كم سنة الان يا البور سعيد ما بتلعبش في الاسماعيلي لا 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 اقول لك يعني 12 سنة 12 سنة لكن بور سعيد ما بتلعبش في الاسماعيلي لا يعني انك انت هذه الحادثة الان يعني مصر ملاعب المصرية لم تشهد الحمد لله اي حوادث خلال فترة اي زنب الاهلي باس لا 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 انا ما اتكلم عن الاهلي لا ما هو لازم نحسم القصة نحن نتكلم الآن عن دوري مضبوط اي دوري في العالم مبدأ تكافؤ الفرص تكافؤ الفرص يعني انا ما نتكلم عن اهلي وزمالك نتكلم عن انبي نتكلم عن النفط نتكلم عن اتحاد السكندري كل هذه الفرق مع بداية الدوري يجب ان تكون حظوظها للحصول على اللقب متساوي انا اقول ان مبدأ تكافؤ الفرص يعني بان نساوي جميع الفرص في جميع المور والله انا مندهج جدا مندهج جدا من الناس اللي بتكتب لنا رشدات حظوظ هاتل دوري في العالم حظوظ جميع الفرق متساوية وجميع الفرق عندها نفس المدخيل انت عندك الدوري ده موجود عندك في الامارات مش موجود في حتة فيش حاجة كده في العالم اه مش نظام اشتراك يعني كل حيكسب يعني طب وانت لو عملت كده كل حيكسب ما برضو فيه نادي حيكسب الاكثر تنزيما والاكثر رغبة ما تشغلوش دماغكو بس بالحاجات دي لكن يعني الانتماء بيبقى وحش قوي لما يأثر على الرأي قادة الرأي لازم يكونوا قادة رأي يجردوا نفسهم كده ما تروحش تناقش قضية انت نفسك مش هتقدر تطبع عندك مش هتطالب بيها عندك في الدوري بتاعك والحقيقة انا عايزة حيي زملنا اكرام الرديني الحقيقة لانه حتى لما رد رد بمنطق كتير انك انت ليه الاهل ما بروحش يلعب في الاسماعيلي طب ليه الاسماعيلي ما بيجيش يلعب في القاهرة روحوا يقولوا الامن الاسماعيلية يقدم موافقة على انه يستضيف مباريات الاهل امن القاهرة موافقة ان الاهل يستضيف الاسماعيلي دعا تقرر الاهل يعني الاهل بروح يقدم الموافقات الامنية على كل مبارياته ومنها مباراة الاسماعيلي انتوا بتقولوا ده الهدف منها في قصارتها مزيد من الضغينة بين الأهل والإسماعيل. بس. خلينا نقول كده الكلام بمنتال وضوع. الإخوة اللي بيتبنوا ده هنا أو بره هدفهم مزيد من الإقاع بين الأهل والإسماعيل. لا يا سيدي. هات موافقة أن الأهل يروح يلعب في الإسماعيل. خلي الإسماعيل يقدم لإدارة المسابقات موافقة والدينية تتحل. لكن إيه اللي بنا المسخة دي؟ والمصر اللي هو الجار المباشر للإسماعيل. ما بيروحش يلعب في الإسماعيل. ما حدش بينطأ. لكن لو بتتكلم بقى حضرتك على التكافؤ الفرص والنغمة اللي بانا ديت. أعتقد من أساس التكافؤ الفرص. الأهل والإسماعيل بيلعبه في ملعب واحد في برج العرب. فين بقى خرق التكافؤ الفرص؟ هو أصلا مش جيل قاهرة وأنا مروح تلوش. الاتنين بيلعبه في واحد في ملعب واحد. المصري بيلعب كل مبارياته. لو عايز تتكلم على كل مباريات المصري في الموسم النادي الوحيد اللي بيلعب كل مبارياته على ملعب واحد. ذهبوا عودة. ما حانش بيتكلم. لكن تيجي عند الأهلي وتبدأ النغمة دية بهدف. إثارة المزيد من الفتنة بين الأهل والإسماعيل. هو ورديني قال له زمالك ما بيلعبش برسعيد. والإسماعيل ليه ما بيلعبش برسعيد. والمصري ما بيلعبش والإسماعيل ليه. ليه الأهلي بس. يعني فكرة أنتو عملت. وبعدين دي مثلا. ما تشيلوا الأهلي من دماغه شوية. اللي بيتكلم فيها كمان ما ما تخصوش خالص. ولا عارف أسبابها. ولا عارف حاجة عن تفاصيلها. واستمر كمان الحوار بينهم في الموضوع ده نشوف. ليش نفتح باب على أن يقولك لماذا الأهلي أمنياً؟ لماذا زمالك يلعب في برسعيد والأهلي لا يلعب؟ ليش أمبي يلعب؟ خلنا نبعد الزمالك عشان مبدأ الحساسية. لماذا أمبي يلعب في لا ما فيش حساسية خالص. أنا أسألك سؤال بس. هل هناك تعقيب على أمن؟ قرار أمني؟ لا يوجد تعقيب. صح؟ ولا كلامي غطأ؟ هل الأهلي مش ممنوع من اللعبة من القاهرة؟ ما ده برضو ضد الفيرب ليه؟ حضرتك تكلم عليه. السؤال الثالث من يملك الجماهير الأكثر؟ من الأكثر متضررنا؟ من اللي إيه بالحقائق؟ أنا عايز أقول الأهل الذي يملك 80 مليون ولا الإسماعيل الذي يملك مليون ولا مليون ونصف في محافظته؟ يعني الأمور بتتلغبط الفيرب ليه؟ هنا النادي الأهلي هو المتضرر. وأنا أطالب إدارة النادي الأهلي أن تتمسك بحقها في لعب الإسماعيلي في أستاذ القاهرة تحت جماعيري النادي الأهلي. النادي الأهلي من اللعب مع جامي هيرو. قرار أمني. ما نقدرش نعترض على دخول 5000 متفرج. هل لو الزمالك ذات نفسه شفناها من الثمانينات والتسعينات والألفين بيلعب في وجود أهلي المدرجات غير مكتملة. الأهلي مدرجاته مكتملة. الزمالك لعب في نادي الجزيرة هنا في الإمارات صوبورين. كان التذاكر الجمهور الأهلي بيشتريها. العدد الأكبر. من المتضرر؟ أنا أجاوب على أسئلة. لا أجاوب على أسئلة. أنه تطرح الأسئلة وهو جاوب. نحن نبغي نعني نجاوب. الآن الجانب الأمني. حدوث مشكلة قبل عشر سنوات هذا لا يعني أننا بعد مئة سنة نحن نعاني أمنيا في الملاعب المصرية. من المتضرر أبو خليفة؟ المتضرر جميع الأندي. لماذا جمهور الأهلي من تضرر؟ لماذا تضرر؟ وين تضرر؟ ترى أنا أقول لك نحن الآن نحن نبغي أن ما بدأت تكافؤ الفرص بغض أن نعذر عنه من تضرر. دعنا نسكر هذا. لا تعليق على قرار الأمن لكن الأهلي هو المتضرر ورئيس أي نادي آخر. الزمالك لا يلعب في برسعيد الإسماعيلي لا يلعب في القاهرة. موضع الحوار يعني هو على رأيك بقوله أستاذ إبراهيم ما هو الزمالك ما بلعبش ولا إسماعيلي قال لي ده المصر ما بلعبش في برسعيد اللي بيسأل هذا السؤال مش ملم بالأوضاع فالحقيقة بيتكلم في حاجة ما يعرفهاش غير إنه هو بيقعد مع ناس ولأ وده شأن أمني يعني المفترض اللي مش ملم بيه ومش عارف اعتباراته ما ينفعش يتكلم فيه كده بالاستثال ده الحقيقة طيب ما نروح بقى للإسماعيلاوي حتى النقاع محمد شيحة همت شيحة وكيل اللعبين وواحد